اشتركوا في القناة يوم بشرب هوت شوكليت يوم بشرب مثلا قهوة بحليب فاليوم قررت اني بدي اشرب هوت شوكليت فما عندي ما بقيان عندي يعني فقررت اني ساوي الهوت شوكليت قدامكم لحتى تشوفوها والفيديوهات السابقة يمكن اول فيديو نزل على القناة كنت قايت لكم انه بس اعمل هوت شوكليت بدي اعمله معكم لحتى تجربوه على طريقتي وتدعو لي هلا حبايبي منحتاج لكيلو من الحليب البودرة كيلو اي نوع حليب بودرة متوفر عندك حطي كيلو حليب بودرة وعنا تقريبا نصف كيلو من السكر السكر المفروض يكون سكر بودرة سكر ناعم هلا بصراحة وانا عم حضر الغراض فاتفاجأت اني انا نسيانة اشتري سكر بودرة فطحنتهم انا عندي على الخلاط خلاط الكوكتيلات نفسه بتحطي كمية السكر وبتحطي معهون معلقة صغيرة من الكورنفلور شو وظيفت الكورنفلور الكورنفلور هو اللي بيخلي السكر يصير ناعم اكتر وبتخلطيهم على الخلاط تمام وبعضين بتستخدمي لأي وصفة بدكياها يعني بيصير ناعم بإذن الله تمام بس صراحة مو بدرجة نعومة يعني هلي بالسوق بس انه يعني بيوفي بالغرض وهلا بنحتاج لميتين وخمسين جرام من الكاكو الكاكو اللي انا بيستخدمه كاكو خام ما منضف له سكر ابدا تمام وهلا عندي هون حزوروا شو هذا المكون هون انا خالطة ميتين جرام كريمة شانتيه ومعها نصف كاسة من الكورنفلور الكريمة شانتيه والكورنفلور هنن اللي رح يعطوها الطعمة الطيبة مين ما بيشربها عندي بيقولولي فيها شي غريب يعني هي هذا الشي الغريب هو اللي بيطيبها بيعملها لزوجة لأنه لزوجة ونفس الوقت دسامة كتير كتير بتعطينكها طيبة وهلا رح نبدأ نضيف كل المكونات مع بعضه ما بتفرق باي شي بتبلش وما بتفرق انا هون بدأت بالحليب البودرة وورا هون الكريمة شانتيه مثل ما قتلكون 200 جرام ونصف كاسة من الكورنفلور خالطتون انا بهاي الزبتية وحطيتهم فوق الحليب وحطيت الكاكو الكاكو مثل ما قتلكون 250 جرام لازم يكون الكاكو شوي اكتر من الباقي المكونات لحتى يعطي هاي الطعمة الطيبة تبع لهوت شوكريت وهلا هون السكر الناعم البودرة يعني هلا منضيف كل شي وبعدين منبدأ منخلط هاي هي كل الشغلة ما في اسهل من هيك وما في اطيب من هيك والله اي حدا بيجيني بضيفه منها بيقلول يا الله لك شو فيها هيك شي مكون يعني مطيبة هي صراحة انا حسيت نوعية الكاكو بتكون يعني هي اللي بتطيب الهوت شوكريت وشي تاني اللي هو الكريمة شانتي كتير بتعطيها طعمة ولزوجة نفس الوقت لزوجة هلا منضل ما نحرك فيها لحتى تصير كتير ناعمة حتى انلزم الامر فيكي مثلا انت ترجع تحطيها بالمنخلة بس ما بتحتاجي يعني صراحة هيك افضل لانه مو مشكلة لو بقي من السكر شوي خشين عادي متل ما قلت لكم هنا هو رح يدوب بالمي ما بعرف اذا واضح معكم لسه انا عم محرك يعني كمية كبيرة ماشاء الله هلا بضل بحرك لانه لسه عندي الكاكوش في شي مرسي تحت والكريمة شانتيها شايفين يعني لسه ما تحركوا تمام بحرك منيح منيح لحتى ما يتولى الفيديو عليكم وبدي عبيهم بهذا المرتبان البلور تمام افضل شي يكون المرتبان بلور اي مرتبان عندك يا لحتى ما يلقط طعم يعني دائما بحس البلور هو الافضل شوفوا حبايبي كدت عم حرقهم بالمعلقة بس حسيت المعلقة ما عم بتطلع لي كله الكمية من تحت يعني ما شاء الله هنا نكتار فجبت هالكف لبست هالكف ونزلت فيهم هيك لقيت احسن حتى ما يضل معنا شي مكتب يعني حتى لونه نغامي ما بعرف ليش عب التصوير عم يطلع اللون فازح بينين معكون هيك النغامين شايفين بالكف احسن فاعتمدوا طريقة الكف صراحة افضل من المعلقة لازم يطلع هيك مثل الرمل وهيك عبيت هالمرتبان بين ايدينا وراح احتفظ بالكمية الباقية بكياس بس بمكان ما يجي الورطوبة ابدا وراح قوم اعمل كاسة اتدفى فيها لانه الجو برا مو طبيعي يعني قديش بارد حتى من كتر الغيم حاسة اليوم الاضاءة ابدا مو زابطة مع انه الاضاءة بلزق الموبايل بس صراحة معاطية الالوان حقها يعني الكاكو والحليب والاي شي هيك ما عمحسوا على طبيعته حبايب قلبي اللي بيجرب هالوصفة وبتعجبوا امانة يكتب لي بالتعليقات لحتى افرح يعني انه وصفتي نالت اعجابكم وهلأ حبايب قلبي رح اعمل معكم كاسة الهوت شوكليت هاي الهوت شوكليتي اللي عملتا انا وياكم عالبارد حبايبي وهلأ شوفوا هون عندي عندي قطعتين شوكولات هلأ هذول بدي اخذن وحطن فيها اشتركوا في شوق تحرك فيها لتصير تقيلة و هيك صارت جاهزة شوفو كيف كسافتها بتصير كسيفة شوي شربة رائعة بتمنى تجربوها تقدموها بطريقة ثانية بتحطوه على الوش هون مارش ميلو وبترشو عليك كوي بس صراحة انا هلا لانو الصبح بكير بدي اشربها فما رح اخلي هاي الحلس زايد عليها بكفي هيك مع بسكوتين كيف شفتوا واحة بعيدين ان شاء الله كون قدمتلكون هالوصفة تكون تحبوها وتنار رضاكم من الصبح تاخد العقل هاي الطريقة الاسهل على فكرة هلأ فيكن انتو تعملوها بحليب سائل وتضيفوا اولوه دول المكونات وترفعوها على النار بس هاي اسرع لانو الحليب البودرة معروف هو انو سريع الذوبان فعسري انت بتحطيهم يعني ما فيه هلأ خلال ثواني غلط معي الدولة بشوفكم بوصفات تانية يا حبايبي بامان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة